نبدأ من تويتر ورئيسه وأخبارهم واليوم الأخبار مو عن الرئيس الحالي أيلون موسك لا الخبر اليوم عن الرئيس السابق جاك دورسي اللي من بعد سلسلة من خمسة حلقات من الفضائح واللي كشفها أيلون موسك عن إدارة تويتر السابقة وفسادها وسمحها للسياسة بالضغط على الشركة وتدخلها في أمور كثيرة واللي آخر حلقاتها كانت عن الأشياء اللي صارت في الخفاء لحضر حساب ترامب من بعد كل هذا خرج جاك دورسي عن صمته وطلع وعلق وكتب كتب صراحة بيان طويل وحقيقة لو في عنوان واحد نلخص في البيان رح يكون كان هذا خطأي وحدي وبالكامل جاك دورسي شال المسؤولية وأقر بذنبه لكن وضح وكمان فسر إيش قصده بهذا الكلام وإيش كان خطأه اللي قاله دورسي أنه غلط أنه استسلم للضغوط خاصة من بعد ما ناشط معين اشترى أسهم في الشركة لكنه بيقول أنه استسلم وما قاوم لأنه كان فاقد للأمل تماما جاك دورسي في المنشور الطويل ما ذكر اسم المستثمر الناشط اللي قصده عنه لكن كل الترجيحات بتقول أنه المقصود شركة أليوت مانجمنت بقيادة جاسي كوين اللي اشترى في 2020 الحصة الأكبر من تويتر ب387 مليون دولار وقال أنه من وقتها وهو بدأ يخطط لمغادرة الشركة وأصلا كان فيه كلام أنه المستثمرين الجدد هذولا ما كانوا حابينه وكانوا بيطفشوا وجاك انسحب بعدها من تويتر جاك كمان قال أنه أكبر أخطاءه كان أنه خلال الفترة اللي كان بيخطط فيها للمغادرة استمر في الاستثمار في بناء أدوات للتحكم في حوارات الناس على تويتر بدلا من بناء أدوات تعطي الناس القدرة على التحكم في حواراتهم بأنفسهم موسيقى